اشتراك مع اشتراك مع اشتراك مع في مثل هذا الوقت من السنة هو 6 درجات لكن المتوقع هو 9 درجات مئوية طبعا تظهر السحب العالية والمتوسطة وهي المصاحبة للكتلة الهوائية الدافئة الموجودة في مقدمة المنخفض الجوي المنخفض الجوي سيبدأ تأثير على المملكة الجزء الدافئ سيبقى حتى ظهر يوم الاربعاء لكن بعد ظهر يوم الاربعاء ستدخل البلاد كتلة هوائية باردة ورطبة على شكل رياح غربية وبالتالي تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في المساء يبدأ سقوط المساء والليل يبدأ سقوط الامطار في المناطق الشمالية يمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى لكن يوم الخميس وبإذن الله يمتد هطول الامطار ليشمل تقريبا معظم مناطق المملكة أحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الاربعاء تنشط الرياح أو تزداد سرعتها تدريجيا مع هبات قوية أحيانا بتكون مثيرة الغبار والأتربي خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أيضا تظهر السحب العالية والمتوسطة ودرجة الحرارة يطرع عليها انخفاض قليل عما وصلت إلى نهارة هذا اليوم لكن غدا حتى الظهور تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين ثلاث إلى أربع درجات مئوية الأربعة ليلا انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة وازدياد نسبة الرطوبة في الجو تصبح الأجواء غائمة الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا وبإذن الله تسقط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا لتشمل بقية المناطق خاصة صباح يوم الخميس ويوم الخميس والأمطار تكون مصحوبة بالبرك والرعد والبرد أحيانا يوم الخميس انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح درجة الحرارة 12 درج مئوية أجواء باردة غائمة ماطرة بإذن الله على فترات والعظمى المتوقعة 12 درجة ويوم الخميس ليلا أيضا أجواء باردة وغائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات تبقى هذه الوضعية يعني الأجواء باردة وغائمة وماطرة حتى ظهر يوم الجمعة الأمطار بتكون بشكل أخف يوم الجمعة لكن تسقط على فترات والعظمى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 14 درجة أي هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة عما ستصل إلى نهار يوم الخميس الجمعة ليلا الأجواء الصافية وباردة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة خمس درجات مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة ستتأثر المملكة اعتبارا من يوم الأربعة يوم الأربعة حتى الظهر بالكتل الهوائي الدافع الموجودة في مقدمة هذا المنخفض الجوي المنخفض الجوي يسنف من الدرجة الثانية وأيضا تشتد الرياح التي تكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة وإن شاء الله في ساعات المساء والليل تتساقط الأمطار تدريجيا ويوم الخميس تنتشر لتشمل معظم مناطق المملكة بإذن الله مع انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ونحذر من التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة يعني اليوم مصلة العظمى بحدود 22 لكن غدا بحدود 18-19 لكن يوم الخميس بحدود 12 ويوم الجمعة 14 درجة مئوية وأيضا في فرق في درجات الحرارة ما بين العظمى والصغرى الصغرى ممكن توصل في الليالي القادمة بحدود 5 درجات مئوية نتمنى للجميع السلامة ولكم تحية وإذن الله شكرا